بجنب 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 ضمن مسلسل صمود متظاهري ثورة تشرين بوجه آلة القمع والترهيب السلطوية يتوافد الآلاف منذ الصباح إلى ساحات الاعتصام في بغداد وذيقار والبصرة وبقية المحافظات منتفضة في مشهد مكرر لما حدث في تشرين الأول من العام الماضي عندما قرر العراقيون إنهاء سلطة الأحزاب الحاكمة بإسقاط نظامها ومن ثم محاسبة رموزها على ما اقترفوه بحق الشعب العراقي مرة أخرى يقف المتظاهرون بصدور عارية في وجه بنادق مستأجرة بأموال العراقيين إذ بات المتظاهرون قاب قوسين أو أدنى من فرض الأمر الواقع على جميع الطبقة السياسية التي سقطت شرعيتها بسقوط أول قطرة دم عراقية النشطاء في تظاهرات تشرين أكدوا أن المليونية الجديدة تخلو هذه المرة من أنصار أي تيار سياسي بعد أن أوعز مقتدى الصدر لأتباعه بالانسحاب من ساحات الاعتصام نكاية بالمتظاهرين الذين لم يلبوا دعوته لتظاهرات مدعومة حكوميا رفعت شعار خروج القوات الأمريكية في بغداد في وقت سابق من الشهر الجاري لكن المتظاهرون أكدوا في حينها أن تلك المسيرة تهدف لإدخال العراق في أتون الصراعات الدولية فضلا عن تبعية تلك التظاهرات ومنظميها لإيران في ساحات التظاهر يبدو أن المنتفضين كسبوا الرهان بزخم أكبر للتظاهرات وهو ما ظهر جليا عقب هجوم القوات الحكومية ومليشياتها على الساحات واستشهاد وإصابة العشرات من المعتصمين وحرق خيامهم لتعود الاعتصامات أقوى منذ قبل فالعنف على ما يبدو بالنسبة للمتظاهرين لا يولد إلا مزيدا من الإصرار على التغيير الشامل التحشيد الشعبي المليوني يأتي قبل يوم واحد من موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس برهم صالح للكتل السياسية من أجل تسمية مرشحها للحكومة صالح لوح بأنه سيتجه لاختيار مرشح بنفسه من دون العودة إلى الأحزاب وهو ما تخشاه أحزاب السلطة في ظل استمرار التصعيد السلمي الذي ينفذه المعتصمون منذ انتهاء مهلة الوطن